انسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلميذ العزاء اهلا وسهلا بكم اليوم ان شاء الله راح نحلو تمرين التمرين هذا كان في الموضوع التجريبي الخاص ببكالوريا 2024 بكالوريا تجريبية ماشي ببكالوريا رسمي ببكالوريا تجريبي لدورة ماي 2024 الموضوع هذا او قدرنا موضوعين رفقة زمالي الاساتذة اسمعين بوطالب وبالعيد عبدالله منتيندوف اذا موضوعين راح نحاول ان شاء الله نحلو كل التمرين على القناة الموضوع الاول ونتكلم على اختيار الموضوع بزاف تلميذ ما يعرفوش يختار الموضوع راح تكون هناك حصة خاصة باختيار الموضوع لكن الان راح نقرأو نص التمرين نص التمرين وش راح يقول قال لكم ها درجة كتلة قدرها 3.5 جرام من ألصن ألصن ها درجة الألصانات تعلموا تعلموا كي تقرأ التمرين تحلو شفاهيا ها درجة ألصن تعطي ألصن ها درجة ألصن كأنها درجتين تامة وجزئية فهمتو هذي هي المراجعة مش تحلوه خلاص اذا حليته خلاص انا قادر نكمله ذلك الان في خمس دقائق ما نجاوبكش ذلك نبدأ مباشرة نحد لكن الإجابة بالمنهجية وبش تفهم الأستاذ وش راح يتكلم وتكون لك مراجعة مراجعة شاملة بهذه الطريقة معناها انت الآن وش قالك ألصن ألصن أول شي يجي في رأسك سي آن آش ثنين آن هذا هو المركب أ هذا هو المركب أ ها درجته تتم بوجود وسيط إما النيكل إما البلاتين إما البالاديوم إذا هنا هو أقل لك بوجود النيكل معناها زائد آش ثنين في وجود النيكل وش راح تعطيني؟ بين باللي ها درجة ألصن تعطي ألصن إذا تعطي سي آن آش ثنين آن زائد ثنين وهذا المركب هو سماه إكس لما نشغلت إكس نعم إكس أول سؤال أكتب التفاعل بدلالة آن هانا كتبنا التفاعل إذا هذا التفاعل على هذا السؤال واحد ألف هاكم جوابتوني كتابة التفاعل با وش قال لك في السؤال با خالك جد السيغة المجملة للآلصن آ والمركب إكس نستنجو إكس ها الدرجة آذوق تروحوا التفاعل إذا واحد مول من هذا آ شحالي يحتاج أو شحالي يطلب لي من مول من آش ثنين هذي هي الإجابة تقرب هذي الشكل واحد مول تقرب لي واحد مول إذا واحد مول من آش ثنين هنكتبناه بعد ذلك وش عندك قال لك باللي الكتلة المولية تيع هذا والكتلة المولية تيع هذا معلومة إذا هذا الكتلة المولية تيعه شحال 12N زي 2 14N 14N ويش تقابل لي تقابل لي 2 كيلي راه مش عارف منين جيبنا 14N 12N زي 2N هي 14N وهذه 2 هي الكتلة المولية تقابل 1 زائد 1 هي 2 بعد ذلك الكتلة التي تتفاعل من هذا 3.5 قرار لازم توافق لهاش حال كتلة من الاش 2 كيفاش نحسبو هاذ الكتلة منتاع الاش 2 نعرفو انو كمية المادة تاع الغاز انو كمية الغاز هاي نكتبها هنا يا عندكم كمية المادة منتاع الاش 2 هي في غاز على ماذا على في مولار الفيل مولار يعطيها لكم اعطيها لك 20.4 زيد كمية المادة واش تساوي لك وتساوي لك petit temps على grand temps grand temps منتاع الاش 2 نقدروا نطلعوا الام هنا ولا ما نقدروا نقدروا الكتلة المولية على في مولار اذا واش تولي تولي الكتلة المولية منتاع الاش 2 في في غاز على في المولار وهذه كي تحسبها عندك 2 في في غاز اعطاها لكم 1.12 ونقسموها على في مولار وهي 22.4 هذه كي تحسبوها وتبسطوها هذه الخدمة تاع الكتلة ام هذي كي نكتبوها هنا ذوك الان ها وبعد تولي عندكم ام تاع الاش 2 كي تحسبوها رقم رايح نصيبوها باللي هي 0.1 قرام واش معناها معناها تولي عندك 14 تساوي 2 في 3.5 ونقسموها على 0.1 هاي لك 14 تساوي 2 في 3.5 ونقسموها على 0.1 رقم رايح تصيبوا باللي 14 الان راح تساوي لكم الى 70 ومبعد تحوسوا على الان معناها الان تساوي 70 على 14 ورقم رايح تلقوا الان يساوي لكم الى 5 اذا صيغة المجملة ل ا اللي هو الالسن راح يكون سي 5 ا 10 والصيغة المجملة ل ا ال 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 اللي انتجنا منها لها درجة راح يكون عبارة عن سي 5 ا 12 هام لك السيغتين المجملتين ل ا و ا سؤال الذي لي لم يطلب منكم كتابة السيغة النس مفاصلة سواء لل ا ا ا ا ا ا مجملة لكن اعطا لكم تفاعلات شوفوا نص 80 قل لكم ال B وال C وال D مماكبات للمركب A معناها ب و C و D من بعض السيغة النصف مفاصلة تا لانه لو كان نكتب السيغة النصف مفاصلة تا وكان لكم نحب نكتب عند خمسة عند خمس سيغة نصف مفاصلة من بينها كين ثلاثة قل لكم ال B وال C وال D من مماكبات المركب A بحيث ال B هذا كين اكسدوه بالاكسد الخفيفة اكسد الخفيفة ال سنوش تعطيكم الفا ديول اذا المركب E هذا عبارة عن الفا ديول ومبعد وش رح فاعل فاعل لهو بلمرة بالتكاثف بين مركب ثناء الوظيفة الحمضية حلاقية و المركب ال i ال alpha diol انتو ext انتو انتو البلمرة بالتكاثف باي انتو عندكم سي oh وبعد عندكم حلقة بنزن هي بال oh هنا عندكم عنده C-H3 وهنا C-H3 وهنا C-H O بهذا الشكل وهنا C-H3 علما أنه أعطي لكم المركبة الموني مير أولي هو C-H نقدر هنا أعرف ذلك الآن الألفاظ دي ولا ما نقدرش نجل هنا فقط ها أغلق أغلق إذا هنا زيد له الـ H وهنا زيد له الـ H تقدر تعرف الـ E لا ما تقدرش تقدر تعرف الـ E من الناتج إذن من تفاعل البلمارة نقدر نعرف الموني مير الناتج إذن عرفت باللي الـ E هو عبارة عن C-H3 C هنا O-H وهنا C-H3 نعم C-H3 ومبعد عنده C-H وهنا O-H وهنا C-H3 كاربون زوج 3-4-5 بالفعل 5 الآن بعد ذلك وش طلب منكم طلب منكم أنه نقدر نعرف الـ B هل نقدر نعرف الـ B الأولى اللي هو الألصن؟ نعم عندك هنا O-H وهنا O-H إذن وش رح يكون هذا ألفا ديول إذن ما هو الناتج المركب اللي تحصلنا عليه بألفا ديول إذن رح يكون المركب بنتاعنا بين باللي عندك رابطة مضاعفة هنا إذن C-H3 C رابطة مضاعفة وهنا C-H3 وهنا C-H C-H3 أي أكسد لهذا أكسد خفيفة نعم يعطي لكم ألفا ديول زيد بعد ذلك وش قلكم قلكم التفاعل الثالث هنعرفنا الـ B وعرفنا الـ E يجب أن نعرفه C الآن من C بالمرة بتاع C C عبارة عن ألصن بالمرة الألصن ماذا يعطي لكم بالمرة بالضم إذن أعطي لكم الناتج نقدروا نعرفه المتفاعل مقدرش نقدروا نعرفه إذن بين باللي C تعنا بسكو أعطي لكم الناتج شفوه نكتب لكم الناتج وحدكم ذو قد أعرفوا المتفاعل ها ها هنا عندكم C-H ثنين C-H ثلاثة وهنا أعطي لكم الـ H وهنا كذلك أعطي لكم الـ H وهنا C-H ثلاثة آه هذا هو الموني البوليمار نقدر نعرفه الموني مار نعم شفوه نجيل هذا بارك شفوه كانت رابطة نحي هذه الحاضنة نحي الآن والنحي هذه هكذا نزيده هنا نحي هذه مننا والنحي مننا وبعد وش نروح ندير ندير رابطة المضعفة هذا هو المركب C بسح نسجموه ما نخلوه شكيمة هكذا C-H ثلاثة نقدر نقلبوهم هنا نعم هايا نحي هذه هنا ومبعد نقلبوه هنا C-H ثلاثة وهذه C-H ثلاثة ما نخلوهاش هنا ونكتبها هنا إذن هل هذا المركب C أحد السياغ النصف مفاصلتها الأولى لا نعم هي أحد السياغ النصف مفصلة لـ A واشي بقى لكم بقى لكم التفاعل الرابع هو D أكسدا بالأوزون إما ألديهيدين إما سيتونين إما ألديهيد وسيتون هنا أعطي لكم الألديهيد الأول ومعطي لكم amo إذن الألديهيد اللي إعطي لكم كما تشوفوا في 18 أعطي لكم فيه أربع ذرات كربون وأحنا الألصن عنده خمس ذرات كربون إذن الآف ما 所以 أبقى لكم الأف أنه عنده رابع كربون بما لكم will يكون عبارة عن الميثانال وهو HCOH. اما الالصندي نقدر نعرف من ماذا من الناتج. اذا نروح لذرة الكربون المضاعفة. هذا بما انه الديهيد باين باللي هنا CH2. ومن بعد وش عنده عنده C. هنا الجذر CH3. وهنا CH3. اذا الاكسادة بالاوزون لهذا المركب. هنا تعطي لكم الميثانال وهنا اللي هو الديهيد وهنا كذلك تعطي لكم الديهيد وهو نفس الناتج لموجود في نص التمرين. اذا نطلب منكم ايجاد كل من A A B C D E E F. هنستنتجناهم. ما اسم التافع رقم اثنين. التافع رقم اثنين كما تشوفوا رهو بلمرة بالتكاثف. اذا نقول اسم التفاعل اثنين هو بلمرة بالتكاثف. اما التفاعل الثالث هو بلمرة بالضم. اذا هذا الجزء الاول من التمرين. اذهب لجزء الثاني من التمرين. ما قالكم؟ من جهة اخرى نجري سلسلة التفاعلات التالية. التفاعلات اطالكم خمس او من خمسة الى عشرة. بس كوا عندكم اربع تفاعلات. وبعد واصلنا. المركب G ما عندناش في الاعلى. زيد الامجي. شكوين نفعلوه مع الامجي بين باللي مشتقن هالوجيني. بوجود الاثريات لكم ماذا مركب عضوي مغنيزيومي. المركب العضوي المغنيزيومي نفعلوه مع السيطون المتبوع بالإيمهة. يعطي لكم المركب E. المركب E بين باللي كحول ثالثي. لانه تفاعل المركبات العضوي المغنيزيومي مع السيطونات المتبوعة بالإيمهة. واش تعطي لكم كحولات ثالثية. الكحول الثالثي كين نزعلو الماء يعاود يعطينا المركب B. البي عرفناه. البي عرفناه. نقدر نعرفوه ال E ولا ما نقدروش. نقدر نعرف ال E. وقالكم ال E كحول ثالثي. شفتوا الهدف من المراجعة. قلت لكم لم أقول كحول وأسكت. قلتكم كحول ثالثي. إذن معناها كين تلمير كي يكون راجع الخلف. يقول لك أنا عندي البي. نحب نعرف ال E. يروح يضم له الماء. ضم الماء يقول لك يتبع قاعدة ماركوفنيكوف. لو يروح يتبع قاعدة ماركوفنيكوف راح تجيك هنا صح. راح يعطيك كحول ثالثي في هذه الحالة. لكن كيف يروح الحالات يقول لك لا نرجع للخلف. نطبق القاعدة. لا تطبق القاعدة أثناء الرجوع إلي الخلف. إذن لو كنا نجيكم هنا الo h وو يتجيكم هنا الano h راح يكون كحول ثانوي. لو كنا نجيكم هنا بس كون الo h يا إما هنا يا إما هنا. حالة ما نزوج. كن دلو هنا الo h هنا الas يقول لك كحول ثانوي. وكن دلو هنا الوq وهنا ال as وشي بلي كحول ثالثي. حكوا. عرفتو ال i. نقدر downward la dash ولا نقدر نعرف لماذا؟ لأن السيتون الإيل يوجد خمس ذرات كربون والبي خمس ذرات كربون والسيتون ثلاث ذرات كربون إذن معنى السيتون يخصون كربون الزوج والجيش لا يوجد كربون الزوج إذن هذه طريقة تقدر تعرف إذن كنجو نخدمه نفاصلكم الصبورة هذه ونحله إذن تمرين هذا تعالى العضوية تمرين بسيط جدا تمرين بسيط جدا وهو مراجعة لما درستمه إذن معنا هذا كلان نبدأ تفعله البي عندكم في نص التمرين والإي ما عندكمش إذن هو قل لكم جد السيغنس مفاصلة لكل من المركبات جي آش إي جي كال خلاص إحنا عرفنا بليل إي عنده خمس ذرات كربون وعندكم السيتون عنده ثلاثة إذن الآش حال عنده عنده زوج والجيش حال عنده عنده زوج إذن باين بليل جي اللي راه عندكم اللي هو عبارة عن مشتقن هالوجيني عبارة عن ذراتي كربون وهنا بما أنه كان السيئال راح يجيكم مشتقن هالوجيني المشتقن هالوجيني كين فعله مع الامجي يعطيلي الآش والآش عبارة خي قلنا الام جي اي جي توضع بيناتهم تولي عندك سي آش ثلاثة سي آش اثنين ام جي سي أل هذا هو المركب العضوي المغنيزيومي هو تفاعل جيرين يارد المركب العضوي المغنيزيومي ونزيده وش راح يعطي لكم راح يعطي لكم كحول ثالثي هاي نشوفوا اس كو يعطيلي كحول ثالثي او لا المركب اي اذا خي قلنا نكتب السي تون باش ما نغلطوش انا دائما نقول لكم اكتب السي تون هاي الكسيغان تاع السي تون اللي راه عندك ها ها نكتبته بعد ذلك يكي قلنا قبل الاي ماها هذه الاو وش كو اللي تجي لها تجي لها الام جي سي ال وانبعد هذا الجذر سي اش ني سي اش لاته هو اللي يجي الكاربون هنا تولي عندك سي اش اثنين سي اش ثلاثة هذي قبل الاي ماها بعد الاي ماها تتنحى الام جي سي ال وش يجيك هنا يا يجيك الاش هاوليك عبارة عن كحول ثالثي هاي نسقموه شوية موش عاجبني في الخدمة انتاعو لو كان نطلع والله نخلوه هنا سي اش ني سي اش لاته لو كان نجيبوه هنا والسي اش لاته خلوه ما يكسر لش راسي اذا هذا هو الاي بعد ذلك الاي كي ننزعوه الماء هل يعطي لكم البي ولا ما يعطي لكمش بهاي نشوف اواش تتنزع من دقيقة نجيبوه قلم احمر ال اواش تتنزع منه هايلك ال اواش والاش ما ننقدولوش ننزعوها منه من ننزعوها من الكاربون الاقل هيدروجين حسب قاعدة زايت زيف ايا نشوفو اس كي يعطي لكم المركب بي والله ما يعطي لكمش علما انو البي خلاص عندكم ما نعمدوش نكتبوه اذا كنت نحو الاواش من ننزعو تولي الرابطة المضاعفة هنا ايا نسقموا الخدمة انا تولي عندك سي اواش ثلاثة سي هذي السي اواش لها ذو كل انا نكتبها الفوق ولا التحت سي كيف كيف مايش مشكل نكتبوها الفوق هايلك سي اواش ثلاثة ومن بعد عندكم الرابطة المضاعفة ومن بعد عندك السي اواش ثلاثة هذا المركب و هذا المركب خارف نفسه ، ربما ارى الاحتجام فربما نقاح بعد ذلك الهجاب الهجاب ربما يعتبر هذا هو وجهد وسط حمضي هنا التلميذي يتوقف غير لديك له machik L L جيد كحول 3 س�heart وينج بلف qugot حسنا وكنت في التفاعلات المركب والد هو المركب صحا. زيد. الناتج اللي راح عندكم هنا. البنزن. ما فيش مجموعة راح يموجهه منه ومنه لو كان عنده مجموعة موجههه يقول لك توجيه هنا الكا يقول لك بارا اورثوميتا. لكن ما كانش. اذا المركب الجي تعنا هو بين عبارة عن ماذا؟ بين عبارة عن البنزن. هاوليك المركب الجي. انتعنا. زيد. المركب الكاء. المركب الكاء. الكاء ناتج من الجي زائد الدي. وراه الدي. الدي. اهنا هذي تفاعل هو تفاعل الكلا بألسن. الالكالة كين ثلاثة. الكلا بكحول. الكلا بألسن. والكلا بمشتقن هالوجين. الالكالة بالألسن هنا تتم على مرحلتين. يتنحى الاش من البنزن في اي موقع. انا نحي من. مشي منه. منه خير. منه. يقول لك انه الهيدروجين ينضم الى هذا الالصن حسب قاعدة. ماركوف نيكوف. وراه عندكم الرابطاتين. هنا. الرابطة المضاعفة. ينضم الى هذا. اذا كون الكربون اللي رح يلسق لكم في الحلقة؟ هاو الكربون اللي يلسق في الحلقة. اذا المركب كان تعي. شوفوا الناتج انتعكم كيفاش رح يكون. هذا هو الكربون سي اش. هاي لك سي اش هاي لك سي اش. هاي لك سي اش. هاي لك سي اش. هاي لك سي اش. من هنا سي اش دروة. وهنا سي اش. هذا هو المركب. اي اكزدوه لي. كين اكزدوهوش قولنا. بما انه الكربون المتصب الحلقة عنده هيدروجين. تتكسر هاد و تتكسر هادي. وهذه وش راح اتولي؟ رح يعطي لكم المركب الال. اللي هو عبارة عن حمض البنزويك. ها سي او او اش. اكزده السلاسل الجانبية. وينتج كربونزوج 3-4 4-CO2 والهيدروجين أو الماء رح ينتجش حال 5-H2O بعد ذلك الآلة زائد الإي يعطي لكم الأستر الناتج اللي رأت موجود في نص التمرين رحوا للجهة اللي من هي واش قالكم استنتج مردود التفاعل العاشر اذا كان المنزيج الابتداء متساوي عدد المونات بما ان الكحول ما صنف الكحول المستعمل هنا المركب واش حال صنف تاعو صنفه ثالثي متروحوش تقولو مردود التفاعل مباشرة 5-10 اذا واش نقولو السؤال با 2-با واش نقولو بما ان واش نو ان صنف الكحول اي واش به ثالثي بما انه ثالثي فان مردود التفاعل محصور من 5 الى 10 بالمئة نقطة هذه الكلمة بما انه صنف الكحول اي ثالثي لازم تذكروها مباشرة الميامرات تساوي كذا زيت اكتب اعطاركم سلسلة التفاعلات هنا تتميني شوف ما كان شاكل تميني كان مباشرة كان عندكم هذه الحلقة الثلاثية بزاف تلميذ هنا سألوني عليها هنا كنت عاطينهم غير الوسائط وقلت لهم حضروا لي الموليمير لكن شفت باللي كينة صعوبة اذا اللي تعطيتها على شكل سلسلة التفاعلات يا جمعة هنا المركب هنا رأى عندكم C-H وهنا ال-U-H وهنا C-H C-H ثلاثة وهنا C-H ثمين هاوليك المركب بنتاكم اللي هو حلقي ثلاثة خلاص إذن هذا كين اكزدوه أو كين نزعلو الماء ألف نين أو طروة مع التسخين لحوالي 350 دراجة راح ينزع الماء حسب قاعدة زايد Z حسب H أقل إذن راح نحوها منا كين نحوها منا و راح تشكلكم الرابطة المضاعفة هنا شوفوا و شوفوا شوفوا يولي عندكم C-H رابطة مضاعفة C وهنا C-H ثلاثة و من هنا C-H دو وهنا بهذا الشكل إذن هذا هو المركب شكونوا المركب L عفوا مش هي الآلة اللي بدلتوا اللي هو M-N كين الآلة مقبل مكنش الآلة إذن هنا دقيقة نشوفوا أهل الأمة جيد هذا هو الآلة هذا نزع الماء زايد الماء زايد الآلة 2 هذا المركب ذوك الآن و راح ندول عملية أكسدة عنيفة بوجود الكام نقاط المركزة و حمضة الكبريت إذن راح تكسر الرابطة هنا C-H وش يعطي لكم يعطي لكم يعطي لكم وظيفة حمضية وهذا C جذر مننا وش رأي يعطي لكم يعطي لكم C-Tone إذن معنى يعطي لكم مركب ثنائي الوظيفة إذن C-Tone مننا هايلك C-H ثلاثة ومن الجهة الأخرى C-H 2 C-O و H إذن من هنا حمض ومن هنا C-Tone هذا المركب N لا واضح زيد هذا المركب ذوك الآن نزعوله CO2 التسخين في وسط قاعدة راح يتنح لكم CO2 كي يتنح CO2 هذي الـ H تجيكم من له يقول لي عندكم C-H ثلاثة وتبقى لكم وظيفة C-Tone هايلك C-H ثلاثة زائد ماذا زائد CO2 هايلك C-O2 وهذا المركب اللي هو نورمال مو يكون المركب O بعد ذلك هذا المركب وش راح دارلو دارنالو إرجاع بالهيدروجين بالـ H2 وفي وجود النيكل إرجاع السيتونات وش يعطي لكم يعطي لكم كوحول ثانوي هايلك الكوحول الثانوي كوحول الثانوي هذا نزيد ننزعل الماء بوجود الآلومين الثنين أطرو وثلث مية وخمسين إذا نزعل الماء وش راح يعطي لكم يعطي لكم C-H2 رابطة مضاعفة C-H وهنا C-H3 هذا هو المركب P اللي هو الموني مار كيدرنالو البالمارة واش أعطي لكم أعطي لكم البولي مار اللي هو موجود في النتش اللي هو البولي بروبيلين واضح وأعطي لكم الرمز تعو أذكر ثلاث استخدامات شوفوا نوسيكم هنا فقط هنا باش ما تغلطوش بزيف تلميذ ما عارفوش هذا حلقة حلقي حلقي ثلاث ذرة كاربون إذن OH وال-H تشكلك لكم رابطة مضاعفة هايلك الرابطة جديدة كين أكزدوها تعطي لكم في هذه الجهة حمض وتتفتح الحلقة تتفتح الحلقة هناك وظيفة حمضية وهنا وظيفة سيتونية بعد ذلك نزع وظيفة سيتونية يقول لكم سيتون بعد ذلك سيتون درنا له إرجاء أعطالكم كحول ثانوي والكحول الثانوي نزعنا له الماء أعطالكم ألصن ودرنا للألصن درنا البالما رأعطالكم بولي بروبيلين إذن استخداماته شحي عنده استخدامات كارنا قولنا ثلاثة أول استخدام يا جماعة هذي بين صيناعة القوارير بسفة عامة ما تقول ولا عمل قارورة شرب المياه ما تقول ولا عمل أع subdivر على مواد الكيميائية ما تقول ولا مواد خاطرة غلصناعة القوارير الثانية وشنو صيناعة الأنبيب ما تقول لي لأنبيب الري لأنبيب بالنقل الصحي صرف الصحي ما تقول لي لأنبيب المياه لا انا بيب الغاز انا بيب اسكت باشتدي العالم انت اكل واضح من المباشرة والثالثة صناعة العاب الاطفال نزيد وحدة نزيد وحدة اواني منزلية معناها كذلك يدخل في صناعة الاواني المنزلية اخر سؤال اكتب مقطع يتكون من ثلاث وحدات اذا تولي عندك سي اش ثنين سي اش سي اش ثلاثة وحدة نزيد وحدة ثانية سي اش ثنين سي اش سي اش ثلاثة نزيد وحدة سي اش ثنين سي اش سي اش ثلاثة وخلوا عليها هذا مقطع وسطي المقطع الطرفي في اليمين وفي اليسار محذوف متقلقش رواحكم واضح؟ اخر سؤال احسب درجة حساب درجة البلمرة عندكم القانون يا جماعة القانون عليه صفر فاصل خمسة وعشرين ام بولي مار على ام موني مار يستلزم ام موني مار رحوا احسبوا الكتلة المولية الكتلة المولية انتاع الموني مار هذا هي هذا هايلك ادي واحدة منهم ثلاث ذرات كربون اثناش في ثلاثة زائد هيدروجين ثلاثة والزوج خمسة والواحد ستة زائد ستة تساوي لكم اثنين وربعين قراب على المون اذا درجة البلمرة تساوي اعطا لكم القيمة تاعة البوليمير خمسة واثمين الف هذيك وثمينية ونقسمها على اثنين وربعين اراكم رايحين تلقوا باللي درجة البلمرة هي الفين وربعة وعشرين وهي بشعار العلامة الكاملة ان شاء الله هذا هو التمارين تاعة من الولاني هل هذا صعيب لازم تحلوه بالمنهجي يعني حبكم شوف عودوا التمارين عودوا التمارين كما قال واحدة الاساتي اذا قال الكلمة لم تكن أجبتني ونتضيها عليه ليس سرقتها نضيها عليه فهمه بالسرقة قال عودى التمارين غير من تعاود العام عودى التمارين كما تفهمهم غير من تعاود العام العام الطويل يا جمعة دعونا اذا كذلك اكتب لك المكتب تعاودوا تعاودوا لكن نعودى التمارين ونفهم التمارين في الفترة التي منزلت غير من نعود سبباك نقول لا لا سيقوم ما بشعار مازان ما رحش الباك وبشعار العالم الكاملة نعلق السدر هو نسفيا وعدنا إليكم بكل قوة إن شاء الله دعون نبرك دعون ندعون 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 السلام